نشر موقع مصراوي مقطع فيديو يظهر واقعة تحرش بمدينة قنة كانت بطلتها فتاة أصرت على الدفاع عن نفسها ومنعت المتحرش من الهرب بالإضافة إلى تسليمه للشرطة للحصول على حقها القانوني رغم محاولات اعتداء المتهم عليها بالضرب يتي هذا عقب أنقضت محكمة جنايات قنة برئاسة المستشار عبد الفتاح القصير بالسجن ثلاث سنوات ضد إسلام شين البالغ من العمر خمسا وعشرين سنة المتهم بمحاولة هاتك عرض والتحرش بيرانيا فاء البالغ من العمر عشرين سنة في الجناية رقم تسعة آلاف وثماني لعام الفين وسبعة عشر